البيئة المحيطة وكيف ممكن تأثر على شخصية الفرد؟ وشو أزنا بالبيئة المحيطة؟ وشو بتشمل البيئة المحيطة بشكل عام؟ لليحكي أكتر عن تفاصيل هذا الموضوع اليوم معنا مدربة مهارات الحياة ريم خوري صباح الخير ريم صباح النور خيفكم؟ كيف؟ طمام؟ الحمد لله أنتم كيف؟ الحمد لله تمام احنا بخير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك كثير من أسمع الناس بتقول لك نفسي أطور نفسي بس اللي حولي مثلا مش مساعديني أكيد نفسي أتغير أهلي ما عم بدعموني البيئة المحيطة تؤثر على الشخص بس كبداية لو نعرف إيش هي البيئة المحيطة اللي ممكن تكون سبب بتكوين شخصية أي إنسان هلا شخصية أي إنسان ما عرف اللي هي بتحسها يعني ناتج يعني محصول من البيئة اللي هو عايش فيها إن كانت البيئة العيلة والتعليم بالمدرسة بالجامعة الشغل لصحاب الحياة الاجتماعية اللي هو عايشها العلاقات العاطفية هاي هي البيئة اللي بتكون حولين الإنسان هي بتشكل شخصية الإنسان بغض النظر من طفولته أو لما يكبر كلية هاي عوامل بتساعد بتشكيل شخصية الإنسان طبعا صحيح هلا البيئة المحيطة هي يعني مصطلح شامل البيئة المحيطة بالطفل الصغير بتكون هي بس عيلته لما يكبر شوية بتصير عيلته ومدرسته يكبر شوية بيصير جامعة بيصير كذا كل ما بيكبر الشخص تكبر هاي البيئة أكيد هل مع تطور المراحل العمرية للشخص ممكن برضه تأثر على أو تتغير شخصيته حسب تطور البيئة المحيطة اللي حوالي أكيد بس هلا معروف العامل الأسري هو النواة الأساسية لتشكيل شخصية الطفل يعني الطفل بتتشكل شخصيته تدعي من الأسرة أول سبع سنين من عمره هلا الأسرة هي العامل الأساسي بتشكيل هاي الشخصية ليش؟ لأنه سلوكيات الأسرة تعاملهم التوازن العاطفي بالبيت الأخلاقيات الدين كل هاي الأشياء بتشكل شخصيته الطفل هلا لما تتشكل شخصيته الطفل بالأسرة هون بياخد هاي الشخصية معه على البيئة اللي بيروح عليها بعدين سواء كانت مدرسة سواء كانت جامعة سواء كانت شغل أو بعلاقاته العاطفية فدائما بيحكوا الأساس أو النواة الأساسية بتشكيل الشخصية اللي هي الأسرة فهاي أول محيط بشكل شخصية الطفل بعدين من هون بتترتب كيف تكون شخصيته بالمراحل الثانية أو البيئات الثانية اللي بده يواجهها بعدين صحيح معاك ودائما أحمد برضو منشوف أنه فعلا الأساس هي الأسرة يعني إذا الأسرة كانت مش سليمة أو فيها مشاكل دائما منشوف فيه بطلع زي ما نحكي ثغرات بشخصية هذا الطفل لأنه هم الأساس دائما البداية فعلا دائما هي عند دور الأهل كما أفضلت لو بدنا نحكي كمان بعد الأهل في الشخص هيروح له المكان التعليمي مدرسة جامعة هون كيف ممكن يأثره أيضا على هذا الشخص هلأ هون بيصير الموضوع أصعب يعني أنت بالأهل بالأسرة أنت عم تحكي عن بيئة يعني صغيرة صحيح مقارنة ببيئة التعليم سواء كانت بمدرسة سواء كانت بجامعة أنت عم تحكي عن محيط أكبر وبتحكي عن بيئات مختلفة يعني بالأسرة بتحسي الناس شوي هيك كورياتنا منشوف نفس الأفكار تقريبا باختلاف بسيط بس لما أنت تنقل على مدرسة أو تنقل على جامعة أنت عم تحكي عن بيئات كتير مختلفة فهون تأثير البيئة بالتعليم سواء كان مدرسة أو كان جامعة بدي يكون شوي صعب عشان هيك دائما بيحكوا أنه إذا كان الأساس منيح أنت بتسحبه معك للبيئة البعدي فالشخص إذا كان عنده الشخصية المنيحة أنا دائما بقسم الشخصية لنوعين اللي هي الشخصية الناشحة والشخصية أنا بسميها المسقطة الشخصية الناشحة اللي هي بتكون خلص كونت شخصيتها وين ما تحطيها بأي بيئة هي بتزيد نجاحها الشخصية المسقطة بالعكس اللي هي كل ما تنتقل عبيئة تانية تتغير بتحاول إسقاط الناس اللي حوليها صحيح هلأ بالجامعة بالمدرسة في هدول النوعين من الشخصيات فإنت هون بتنقي وين بدك تروح يا على الشخصية الناشحة يا على الشخصية المسقطة فأكيد هاي البيئة وين أنت بتحطها لك أكيد تأثر عليك إن كنت مع ناس إيجابيين بالجامعة أو بالمدرسة أكيد رح يأثروا عليك ناس سلبيين أكيد رح برضو يأثروا عليك بيقولك الصاحب صاحب يعني شو أنت بتكون قلي من تعاشر أقوله لك من أنت فأكيد يعني البيئة بهاي الفترة أنا بحثها من أصعب المراحل لتكوين شخصية الشخص خصوصا بفترة الجامعة والمدرسة لأنك أنت عم تحكي عن تجمعات كثير مختلفة أفكار معتقدات سولوكيات تختلف من شخص بعدها ما ننسح خاصة هم بهاي الفترة ريم بكونوا أكيد مش مزوازينين هم ليينين بكونوا فسهل أن تتغير شخصياتهم أكيد ما بتحسينها مثابتين بالزبط يعني بالشغل إحنا برضو منقابل شخصيات مختلفة بس أريدي إحنا شخصياتنا تكونت نوعاً ما بالزبط منها هي الأسرة فكيف ممكن أنت تنصح الأهالي بشكل عام إنها تكون البيئة اللي يقدر يوفرها هم الأطفال هم حتى يطلعهم أشخاص سويين أوكي هلا دائماً جو الأسرة بأثر على النمو العقلي والنفسي للطفل يعني حتى على مستوى كلمة صغيرة ممكن الأم أو الأبي يحكيها في ناس لهلا بتتذكرها صحيح صحيح بحضة عمر يمكن صاروا 30 و40 سنة ليسا بحكوهاك مثلاً أنا أبوي حكالي هيك أنا ماما ساعدتني بهيك أنا بابا شجعني على هيك فإحنا شوي عندنا هذا يعني مش كتير بنقدر نستوعب إنه حتى الكلمة الكلمة أو المزح ممكن يأثر على الطفل يا بطريقة سلبية يا بطريقة إيجابية فدائماً أنا بدلني أحكي الحكي يعني الأم لما تحكي مع ابنها أو الأب يعني ينتقوا الكلمات يعني دائماً يكون فيها تشجيع دائماً يكون فيها هيك بوش إنه أنت بتقدر يعني طول ما أنت بتحط الإيجابية بالبيت ابنك رح يصير يأمن بالإشي الإيجابي هو هون بيخلق بحاله الثقة أنا بالنسبة إلي الشخص أهم إشي بتكوين الشخصية يعني خصوصاً منه هم صغر الثقة بالنفس لما يكون عندك أنت سيلف كونفيدنس رح توصل مرحلة حتى بالتعليم بالشغل بعدين رح توصل مرحلة إنك عارف شو عم بتساوي هذا واحد تاني إشي بدهم يعلموهم على الاختلافات يعني يتقبلوا النقد يتقبلوا إنه في ناس غيرهم بيفكروا بطريقة تانية مش إنه أنت طريقتك بس الصح هلأ جو الأسرة من أو حنان عاطفي الأخلاق العادات يعني إحنا بمجتمعنا كلها هاي بتبني أو بتسقل شخصية الطفل من وهو صغير هاي الشخصية هلدوا ينقولها على الأماكن اللي بيدوا يروح عليها بعدين سواء تعليم سواء شغل سواء بعلاقاته العاطفية أو لبعدين فهون الأساس فدائماً يعني لازم يهتموا إنه جو الأسرة كتير مهم بيسقل شخصية الطفل من وهو صغير صحيح؟ دائماً بحس أنا لما منقابل هيك لأقدام أشخاص إحنا عندهم مشاكل نفسية أو بنقدر نحكي إذا بترجع عليها بتكون مصهور دائماً هيك أي عقد نفسية بترجع بتلاقي مشكلة من الأهل ياهم ما عززوا ثقتهم بحالهم بالضبط ياهم ما أشبعوهم بالحنان الكفاية فبطلعوا هم أشخاص في عندهم فراغ فبيحاولوا يعبوه بطرق مختلفة ممكن تكون طرق بطريقة تانية غلط بالضبط يعني بكل أساس وحاورنا أيضاً ضيوف سابقين ومنهم طبيب أسرة وطفال دائماً التكوين الأساسي يبدأ من الأهل والأسرة مئة بالمئة ومرة أحكي هيك شغلة دارجة عندنا مثلاً ممكن الأهل الأقل ما فيها يداركوها التوبيخ أمام الناس مثلاً مصدار الأحكام والأوامر أنا قادر أن أختصره مثلاً بيني وبين هذا الشخص عشان على الأقل ما أثر على شخصيته منعلي إحراج الطفل نفسه مئة بالمئة آه بالزبط صحيح بدي أرجع نقطة جداً مهمة بعد الأهل أكبر عامل خطر بشوفه وعن التجارب الجميع هم الأصدقاء زي ما تفضلتك كل من أنتو صاحب أقول لك مناد هلأ الأصدقاء فيه قديش ممكن فعلاً يسحبوا ويجروا أصدقائهم لمناطق خطرة وسوداء هون بدنا نعرف كيف لازم الشخص يتعامل مع هدول الناس ليقدر يتجنب هذا الأثر السلبي هلأ زي ما حكيت لك أنا أساس الشخصية الأوية اللي هي ثقة بالنفس هلأ أنت لما تكون شخص واثق بنفسك ما رح تنجري يعني هلأ اللي بنجري وراء أصحابهم وصحباتهم مين بيكونوا؟ الأشخاص اللي حدثين أنه شخصيتي لا يعني أنا ممكن أعد مع صاحبتي اليوم بتكون شخصية تانية أنا أتقمص هاي الشخصية صحيح بالليل أكون مع ناس تانين أتقمص شخصيتهم التانية ليش؟ لأنه أنا منجو وما عندي ثقة بالشخصية اللي أنا عايشيتها عشان هيك دوري الأهل كتير كبير بقصة الثقة بالنفس أنهم يعززوها بالأطفال هلأ لما أنت توصل مرحلة أنك عم تلتقي بصحابك وصحباتك بالجامعات باختلاف شخصياتهم مدام عندك ثقة بحالك ما رح كتير أنت يعني أنا بسميها التبعية أنك تتبع ناس أراني فخلص أنا إلي شخصيتي لحالي استقلاليتي لحالي كياني أهدافي يعني ما بحاول كتير أن جرور هدول الناس أنا بهمني أكتر إشي بهذا الموضوع أحكيه عن الثقة بالنفس عن جد الواحد إذا كان واصل لمرحلة واثق بحاله كتير صعب ينجر وراء أي حدا مية بالمية بس هون كمان في شغلة مهمة وحقيت أحد بخلال كلامنا عن موضوع العادات عندنا اعتقاد خاطئ أنه بكون عارف مرات أنه صديقي مثلا سيء أو بجرن الإشي مش منيح الاعتقاد تبعنا بحكي لك أنه ضلي معه عادي موضوع تغيير الأصدقاء هذا إشي جدا وارد وطبيعي يعني أنا اليوم جاي بعلم معين بمعارفة معينة وإلي عارف وإن مكاني لازم يكون بالمجتمع وفيه تربطني علاقة صداقة بسنين ممكن مع شخص بس هذا الشخص بمرحل مراحل حياته عم بتغير وبيجرني الإشي مش منيح طبيعي إني أتركه عندنا اعتقاد أنه لا هاي تعتبر خيانة أو تعتبر قلة وفا لا عادي يعني صديق غير عن طموحي وغير عن الخط لأنا ماشي فيه ببعد عنه مية بالمية هلأ وفيه كمان option تاني مثلا ممكن أن تتحاول تغيره إذا ما أريد أن تغير أكيد تبعد عنه بالعكس أنا دائما بظلني أحكي الناس السلبيين أو بدها تاختك لطرق سلبية اقطعها من أولها يعني حتى ما تنجر معهم لو لمكان يعني هيك قريب ما تنجر مع السلبية ما فيها لا قصة عيب ولا فيها قصة حياة ولا فيها قصة أن هذا ابن مثلا فلان أرايب بابا ولا أصحاب بابا ولا هاي تقصص اللي احنا دائما عايشين بس عشان نرضي الجميع اعتقدات المجتمع فلا بالعكس إذا أنت ما توافقت مع هذا الشخص طوالي اقطع العلاقة سواء بجامعة بالدراسة بالشغل بعلاقاتك العاطفية بالعكس مدام أنت عارف حالك خلاص اقطع طوالي طوالي صحيح زي ما حكيت وزي ما حكي أحمد كمان هذا الاشي بعديني بالنفس الوقت لما أكون أنا مع أشخاص إيجابين إيجابين أنا دائما أحكي طاقة موادية يعني مية بالمية انتقاء الأشخاص حوالينا هو شيء كتير مهم هذا أعتبر أنا من الذكاء وليس أنه ممكن أكون أنا لأ عم بخون صديقي أو كذلك بحاول أغيره في حال هو كان في فجوة بيني وبينهم ببعد عنه ببعد عنه بالزبط متأسلك السؤال هلا احنا عم نحكي كنا عن البيئة المحيطة الأسرة حكينا بعدين الطفل بكبر تتسع هاي الدائرة بصير في بيئة أكبر مدرسة وبعدين ممكن تتسع تصير جامعة دور الأهل نقدر نحكي مش اختيار أصدقاء أطفالهم نقدر نحكي أنه أوقات كثير منشوف إحنا بنسمع طول عمرنا بتجو تحكي لك مثلا والدتك أنه هاي البنت أنا مش مرتحت لها أو أنا حاس أنه فيه شيء غلط ابعدي عنها دور الأهل أوقات أنهم ينصحوا أطفالهم أنهم يبعدوا عن أصدقاء معينين أو عن بيئة معينة برأيك هل بتأثر هي أو أطع على شخصية الطفل؟ مية بالمية مية بالمية هلا أنت ما بتقدر يتضلك ملاحة ابنك أو بنتك بكل مراحل حياته لأنه فيه مراحل بدك أنت تكون يعني ما رح تقدر تلحق على كل مرحلة بمرحلة صحيح فالأسهل للأهل أنهم يبنوا شخصية الطفل زي ما حكينا من أول من محيط الأسرة بأول عمره هلا أنت لما تسقل شخصية ابنك بهذا يعني بهذه الشخصية ما رح تكون كتير خايف إن كان صار هو بالجامعة أو إن كان صار بالشغل أو باختياراته العاطفية بعدين أو أي شيء يساوي بحياته فدائما الأسهل أنك أنت يعني تسقل الشخصية منهم صغار أسهل ما أنك تضلك بدك تتبع يعني هاي بالآخر تعب ما بتقدر بلس إنه لما الأهل دم ضلهم يتابعوا أو ضلهم يتدخلوا هاي بحد ذاتها بتقلم نتقة الواحد بحاله بالعبس هاي يعني أنا بحسها بتهدم الشخصية فالأسهل إنك لأ من أول تعليمها مع الإشي الصح وخلص أنت تحطهم بأي مكان صحيح معك صحيح مية بالمية يعني معلومات جميلة وحوار شيء معك صحيح والموضوع جدا مهم لأنه فعلا يؤثر على شخصية الإنسان بطريق التعامله بالمجتمع إن شاء الله نشوفك كمان بفقرات قادمة أو حلقات قادمة بهاي الموضوع المهمة إن شاء الله شكرا لحضورك شكرا لك شكرا لك